اذا نتابع هذا الملف مع ضيفنا عضو الاتحاد الوطني الكردساني السيد احمد الهركي الذي ينضم معنا مباشرة من السليمانية سيد الهركي رحبك ونتحدث عن ظروف تشكيل حكومة كركوك المحلية في العاصمة بغداد كيف جرى الاتفاق على ذلك في البداية تحل حضرتكم ومشاهدين قناتكم الكريمة يعني بصراحة كان لدولة رئيس الوزراء دور مهم في حل أزمة كركوك وأيضا كان قبلها أزمة ديالة لذلك أزمة ديالة كان لها نوع من التأثير الإيجابي على حل أزمة كركوك لذلك الرعاة الأبوي لدولة رئيس الوزراء وهذا متغير مهم في السياسة العراقية أن يكون مثلا اهتمام من دولة رئيس الوزراء بحل أزمة مثل أزمة كركوك وأيضا هذا تجعل ربما القرار عراقيا نحن نعول على القرار الكركوكي العراقي وهذا ما تحقق يعني يوم أمس تم انتخاب محافظ لكركوك المحافظ هو من الاتحاد الوطني الكردستاني الحزب الذي أنتمي إليه ولكن يوم أمس كان هناك نوع من الخطاب المشجع وهذا ما نعول عليه في الفترة المقبلة أنه المحافظ هو نعم من المكون الكردي ولكنه أعلن بنفسه بأنه سيكون محافظا لكل الكركوكيين أي للأخوة التركمان والعرب والمسيحين وهذا شيء مهم والتطور في العمل الإداري والعقلية الإدارية والسياسية السيد باف الجلال الطلباني أيضا عندما كان منتواجد في العاصمة بغداد ذكر مع المحافظ بأن عليك أن تكون محافظا لجميع الكركوكيين وأيضا قال أنه سابقا كنا نتحدث دائما أزمة كركوك المشاكل في كركوك الاحتقان القومي في كركوك قال إن شاء الله سنحول الكركوك لنموذج التعايش السلمي يعني ربما المحافظات الأخرى تقول نتمنى أن نتحول إلى نموذج مشابه إلى حالة كركوك لذلك الآن وسط هذا الأجواء يعني الدرعال أبوي لدولة رئيس الوزراء الإدراك والحسابات يعني هناك إدراك لدى الجميع بضرورة الاستفادة من أخطاء الماضي لذلك جاءت أحداث يوم أمس وأنا أعتبرها متغير مهم وإن شاء الله يكون من الآن فصاعدا تحسن في العمل الإداري الاستفادة من أخطاء الماضي وأن يكون محافظ لجميع الكركوكيين دون استثناء هناك بعض الأطراف ربما لديها ملاحظات إن شاء الله في الحوارات المقبلة يكون مثلا هنا السؤال سيد الهركي سياسيا كيف سيتعامل الاتحاد الوطني الكردستاني وأن الحكومة الحالية هي حكومة خدمات لذلك لا بد يعني طيب سياسيا كيف سيتعامل الاتحاد الوطني الكردستاني مع توجهات كردية تركومانية وأيضا عربية للذهاب إلى القضاء ترى في ذلك أن الجلسة التي تم فيها انتخاب المحافظ ورئيس المجلس والنائب الأول المحافظ هي جلسة غير قانونية كيف سيتعامل الاتحاد الوطني الكردستاني سياسيا مع هذه التوجهات نعم تعامل الاتحاد الوطني الكردستاني واضح جدا قال أمس قيادات الاتحاد سواء سيد المحافظة أو سيد بافل جلال الطلباني قيادات في كاركوك أكدت بأن هذه الحكومة هي حكومة الجميع حكومة من له ملاحظات وحكومة من له نوع من الامتعاد وهذا الشيء طبيعي في العمل السياسي عندما يكون هناك حدث سياسي ربما لا يرضى الجميع خاصة في أزمة مثل كاركوك فيها انشطارات أفقية وعمودية أقصد بالأفقية حتى داخل مكون الواحد وأيضا على مستوى المكونات ولكن الآن في ظل هذا المساحة البينية تبلور حل كاركوك عراق لذلك الاتحاد الوطني الكردستاني انطلاق من المسؤولية التاريخية وأيضا الظرف الوطني الحالي سيكون وهي فلسفة الزعيم الراحل مام جلال أن نكون بسياسة الاستيعاب الجميع الملاحظات التي وردت من الأطراف الأخرى نأخذها بنظر الاعتبار ولكن حقوق الجميع مصانة حتى الأخوة الذين لديهم ملاحظات أنا أعتقد كاركوك قادر على الاستيعاب الجميع والقرار تم بعملية هندسة وطنية فيها لمسات مهمة من دولة رئيس الوزراء لذلك أنا أعتقد المشروع كاركوك أو إدارة كاركوك تستطيع أن تضم الجميع لذلك حتى الأخوة الآخرين الذين لديهم ملاحظات أنا أعتقد أن نستطيع عن مثلا من الطبيعة جدا ربما نرى تغيرا في مواقفهم في الفترة المقبلة لذلك من أجل مصلحة كاركوك ومن أجل تخديم نموذج للتعايش السلمي ومن أجل طرف الوطني العراقي نحن نتوقع إن شاء الله يكون هناك تغير إيجابي نحو حتى الأخوة الآخرين وسياستنا هي مد اليد للأخوة الآخرين سواء داخل مكون الكورني هناك ملاحظات وأيضا بعض الأخوة التركومان وبعض الأطراف العربية الأخرى الغير مشاركة في تشكيل الحكومة أيضا حتى مع تشكيل حكومة كاركوك المحلية سيد الهركي هل نتحدث عن لا زالت الاتفاقات سائدة فيما يتعلق بمداورة المنصب جرى الاتفاق بين مكونات المحافظة على ذلك ولربما كانت هناك سلسلة لقاءات برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني هل نتحدث عن أن الاتفاقات ما زالت سارية يعني أنا قد لحضرتك في بداية حديث أن الدولة الرئيس الوزراء كان له دور مهم في حل هذه الأزمة وتبلور عن حل كاركوك عراقي يرضي جميع الأطراف موضوع التدوير أيضا هو اتفاق سياسي موجود هي سابقة جديدة ولكن بما أنها حل لذلك نحن نعول عليها أن يكون هذا الحل هو لإيجال مخرج للوضع السياسي الموجود في كاركوك نحن نحترم الاتفاقات السياسية وبما أنها تمت أستطيع أن أسميها بعملية هندسة وطنية وبالصياغة وطنية وبأيادة عراقية وبرعاية أبوية إن شاء الله يكون مقدمة لاستقرار السياسي ينعكس بصورة إيجابية على جميع الأطراف الفاعلة في كاركوك أنا قلت لحضرتك معادلة كاركوك لا تقوم على الربح والخسارة هناك حل يرضي جميع الأطراف لذلك نحن الآن نعول أن يكون الحل في كاركوك وحل يرضي جميع الأطراف لضرورات المرحلة وأيضا لضرورة الظرف الوطني الذي يمر به الدولة العراقية بصورة عامة من السليماني عضو الاتحاد الوطني الكردساني أحمد الهركي شكرا جزيلا